اشتركوا في القناة وزيادة في نسبة الرطوبة هذا وأعلنت وزارة العمل استكمال كافة استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار دعية أصحاب العمل للاستمرار في التزامهم السنوي بتطبيق القرار حفاظا على سلامة وصحة العمال هذا وسيعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوصة عليها في المادة 192 من قانون العمل في القطاع الأهلي ترجمة نانسي قنقر